مرحبا مجددا فيديو اليوم سوف يكون عبارة عن مراجعة زائد فرضة في مادة اللغة العربية عند الفصل الأول لتلاميذ السنة الثالثة متوسط النموذج رقم 2 بالنسبة للفرض الأول أو نموذج رقم 1 سوف يكون في صنق الوصفة قد نزل على القناة وبدون إطالة لنبدأ السند نقرأ السند إن الشباب كالعود الطريق ميال مع الريحي فإن لم يسقى بماء الحياة ذبلة وإذا كانت الريح عاصفة هائجة قصفته فانكسر ماء الحياة لهذا العود هو الأهل الذي أنبتوه والمجتمع الذي يتلقفه والمدرسة التي تربيه وتثقفه على الأسرة أن تحبه وتراقب حركاتها وسكأ حركاته عفوا هنا حركاته لأنه لدينا جمع مؤن سالم وسكناته فإنها مسؤولة بالدرجة الأولى على تهذيبه وتوجيهه الوجهة الصالحة وعلى المجتمع أن لا يسيء إليه بالمنظر أو المسمع وأن يجعل له مثلا عليا تسمو عن الكسب المادي أطواء الطرف الزائف وعلى المدرسة أن لا تعتني بحشو ذاكرته دون تحريك الذهن وبتحصيل الشهادة دون إعداده للحياة العامة والبحوث والابتكارات التي لها قيمتها في هذا العصر الأسئلة أفهم النص واحد ماذا يجب على الأسرة حتى تقدم للوطن فردا صالحا يعني وش هو الواجب التعال الأسرة باش تقدم للوطن أو تجعل من الإبنت تحى أو البنت تحى فرد صالح وفعال في المجتمع ثانيا ضع أو صغ مغزى تربوي مناسب لهذا النص رح نعطيه مغزى تربوي يعني نصيحة أمتا أو مغزى تربوي مناسبا للنص يناسب النص هذا أو يناسب الموضوع تنص ثالثا إذا كان ماء الحياة هو الأهل فما الريح العصف فما الريح العصف ما هو الريح العصف أو ما هو الكلمة أو شيء الذي يريد أن يصف به الكاتب أو الذي يريد أن يصفه الكاتب من خلال الريح العصف أو من خلال هذه العبارة المجازية رابعا إبحث في النص عن مرادف مبادئ سامية ملء والإرشاد السليم راح نحوص في النص عن هذه المرادفات أو مرادف هذه الكلمات ثانيا الآن لدينا أفهم قواعد لغتي أولا أعرب ما تحته خط في النص راح نعرب الكلمات لتحتها خط في النص ثانيا نحن تخرج من النص اسم مكان وجملة شرطية ثالثا أجب مرة بالنفي وأخرى بالإثبات النفي والإثبات قلناها على الاستفهام التالي أو على السؤال تالي السؤال هنا ألم تقوم الأسرة بواجبها؟ ألم تقوم الأسرة بواجبها؟ رابعا اجعل من التشبيه الوارد في النص بليغا ثم استنتج الفرقة بينهما راح نستخرج تشبيه في النص كي نتشبيه في النص راح نرجعه بليغ تشبيه البليغ تعرفنا عليها تشبيه البليغ هو اللي فيه جزئين أو طرفين اللي هما المشبه ولمشبه به فقط ثم استنتج الفرقة بينهما الآن نستخرج الفرق بين تشبيه اللي راهو في النص والتشبيه البليغ الوضعية الإدماجية الآن لدينا السياق التحق سلميذ جديد بقسمكم لم تمر أيام حتى ظهرت منه تصرفات مشينة على رأسها الغيش أزعجت الجميع فقررت مساعدته ليغير من طباعه أسننت؟ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه التعليم الآن حرر فقرة منتجا تصميما مبينا فيها أو تبين فيها حقيقة هذه الآفة الاجتماعية للغش وتبرز فيها الأسباب يعني أسباب للغش أو أسباب الغش موظفا مواردك المكتسبة الإجابة نبدأ بالسؤال الأول سؤال الأول أو أفهم النص ماذا يجب على الأسرة حتى تقدم للوطن فردا صالحا؟ من النص؟ قال لنا الكاتب على الأسرة أن تحبه أو تحب ابنها أو ابنتها وتراقب حركاته فإنها مسؤولة بالدرجة الأولى على تهذيبه وأن توجهه للوجهة الصريحة أو الصحيحة هذا هو العمل أو الواجب تاع الأسرة باش تخرج للمجتمع إنسان صالح أو مواطن فعالة إذن يجب على الأسرة حتى تقدم للوطن فردا صالحا أن تحب الشباب وعليها أن تراقب حركاته وسكناته وعليها أن توجه الوجهة الصالحة ثانيا صيغ مغزا تربوي مناسبا للنص رح نصيغ مغزا تربوي مناسب للنص يعني مغزا أو قيمة إذن وشي هو المغزا اللي استفدناه من هذا النص؟ شي الحاجة اللي استفدناها من هذا النص؟ إذن استفدنا أنه من أجل إخراج إنسان صالح أو مواطن صالح لهذا المجتمع يجب علينا الاهتمام بالشباب وتنشئتهم تنشئ صالحة وهذا يكون من طرف الأسرة والمدرسة والمجتمع إذن المغزا التربوي المناسب للنص هو الاهتمام بالشباب وتنشئتهم تنشئة سوية وصالحة من طرف الأسرة والمدرسة والمجتمع ثالثا إذا كان ماء الحياة هو الأهل فما الريح العاصف في النص قال لنا الكاتب وإذا كانت الريح عاصفة هائجة قصفته فانكسر ماء الحياة لهذا العود العود هو الشباب ماء الحياة انكسر ماء الحياة انكسر ماء الحياة ماء الحياة وهو الأهل للمجتمع للمدرسة الآن ما هي الريح العاصفة الهائجة التي تقصفه فينكسر ماء الحياة أو ينكسر عامة المجتمع والأهل هو أكيد الصفات السيئة هو عبارة عن الرذائل هو عبارة عن الشرور الجرائم إلى آخرها إذن ماء الحياة هو الأهل والريح العاصف هي الشرور والأخلاق السيئة الموجودة في المجتمع وأيضا هي الجرائم والخبائث والملهيات والمفسدات الممتشرة في هذا المجتمع رابعا يبحث في النص عن مرادف هذه الثلاث كلمات لدينا مبادئ سامية ملء والإرشاد السليم أول كلمة وهي المبادئ السامية المبادئ السامية المرادفها هو مثلا غليا أي مثل أعلى وملء مرادفها في النص هو الحشو لدينا حشو ذاكرته أو ملء ذاكرتها و الإرشاد السليم إرشاد السليم هو الوجهة الصالحة هي الوجهة الصالحة أي توجيه إلى الطريق الصحيح أو الوجهة الصالحة أو الإرشاد السليم إذن مبادئ سامية هي المثل الأعلى المثل العليا الملء هو الحشو والإرشاد السليم هو الوجهة الصالحة أفهم قواعد لغتي واحد أعرف ما تحته خط في النص إذن من تسبب الكلمات اللي حنعربها لدينا كلمتان وهما حركاتي هي في الأصل حركاتي نحن نعرب حركاتي فقط لأنها عبارة عن ضمير متصل في محل جر مضاف إليها حركاتي مجرور في محل جر مضاف إليها ولدينا هنا الكلمة الثانية هي تحريكي دون تحريكي الذهني الآن لدينا الكلمة الأولى وهي حركاتي حركاتي وهو مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنس سالم وهو مضاف لدينا في الأصل هو عبارة عن حركاتي بالنسبة للحركات هو عبارة عن مفعول به والهاء هو عبارة عن ضمير متصل أولا حركاتي هنا نلاحظه وقلنا حركاتي ومش حركاتة هنا لماذا؟ لأنه هنا رغم أنه نفعل به نعرفه بليجي منصوب ولكن هنا نصبناه بالكسرة يعني قلنا حركاتي نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنس سالم لأنه هنا قلنا حركات يجمع مؤنس سالم وهو مضاف ثانيا الآن لدينا تحريكي وهو مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخرها ثانيا قلنا استخرج من النص اسم مكان وجملة شرطية أولا لدينا اسم مكان اسم مكان لدينا المدرسة ها هي هو عبا عن مكان اسم مكان الآن نحن ستخرج جملة شرطية لنحن تكون فيها نتيجة أو سبب مثلا إذا لم يسق فإن لم يسق بماء الحياة ذابلا يعني إن لم يسق بماء الحياة ماذا سيحدث يعني شيء نتيجة إذا لم يسق بماء الحياة سوف يذبل ولو نسأل هنا نقول ما هو سبب لماذا ذابلا هنا إذا السبب سيكون لأنه لم يسق بماء الحياة إذا هذه جملة شرطية اسم مكان لدينا المدرسة والجملة الشرطية لدينا فإن لم يسق بماء الحياة ذابلا ثالثا نحن نجاوب مرة بالنفي وأخرى بالإثبات على الاستفهام عن السؤال هنا لدينا سؤال قالنا ألم تقم الأسرة بواجباتها يعني الأسرة ما قامتش بواجباتها راح نجاوب هنا بالنفي مرة بالنفي ومرة بالإثبات أولا راح نجاوب بالنفي راح نقول نعم لم تقم الأسرة بواجباتها يعني رأنا ننفي وقلنا بلما قامتش مرة بالنفي لدينا نعم لم تقم الأسرة بواجبها وأخرى بالإثبات الإثبات حنقول بلا كيكون عندنا لم هنا أو كيكونوا ننفي وأصلا في السؤال ونبغى ونعطيه إثبات رح نجاوبه ببلا بلا قامت الأسرة بواجبها قامت الأسرة بواجبها بلا الآن جعل التشبيه الوارد في النص تشبيه بليغ في النص عندنا تشبيه رح نحوله لتشبيه بليغ بالنسبة للتشبيه الموجود في النص هو إن الشباب كالعود الطريق إن الشباب كالعود الطريق الآن طلب مني أن نحول التشبيه اللي لقيته في النص التشبيه اللي لقيته في النص هو إن الشباب كالعود الطريق عندنا هنا المشبه المشبه به أدات التشبيه ووجه التشبيه المشبه هو الشباب المشبه به يعني اللي شبهناه به هو العود وجه الشبه هو الطريق يعني في الطراوة أنتاو أو في الطراوة العود والادات تشبيه هي الكاف نحاولها للتشبيه باليخ معناها واش هو تشبيه البليغ تشبيه البليغ هو تشبيهиной فيه فيه اسج εطراف المشبه و المشبه به اذا راح ن leseller نجبدوا المشبه و المشبه به و نضعم فيه شملة فقط اذا اذا كنرجعه تشبيه باليخ وريح يرجع لي الشباب عودن عنا المشبه وعندنا المشبه به المشبه و المشبه به كنا الشباب عودن وحذفنا أداة التشبيه ووجه الشباه الآن لدينا الفرق بينهما الفرق بينهما لدينا حذف أداة التشبيه والفرق المعنوي الفرق المعنوي هنا أن التشبيه البليغ أقوى في التعبير والدلال يعني التشبيه البليغ أقوى نقوله الشباب عودن يعني ثبتنا أقوى أحسن أو أقوى من أن نقوله إن الشباب كالعودة طريق كنا الشباب عودن أقوى في التعبير والدلالة على مطابقة المشبه للمشبه به وأيضا هو أجمل في التعبير قلوا الشباب عود الوضعية الإزماجية في أحد الأيام رأيت زميلة لي تحاول الغش في الامتحان بحجة أنه تعاون وعندما انتهى الامتحان بيّنت لها حقيقة الغش فما حقيقته وما هو الفرق بين الغش والتعاون الغش هو آفة جد مذرة وخطرة تعتبر أحد الكبائر ومعناها خلط الرديء بالجيد بين قوسين التزييف أما التعاون فهو نوعان على الخير أو على الشر فقد أمرنا الله تعالى عز وجل وقالت وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوى فقد حذرنا تعالى من التعاون على الشر لذا يجب أن نبسعد عنه وعن الغش أيضا فللغش أسباب عديدة مثل قلة الخوف من الله وضعف الإيمان وعدم رضى الإنسان بما رزقه الله إلى آخره وللقضاء عليه يجب علينا أن ننهى عن المنكر ونسعى للحصول على الرزق بطرق المباحة والثقة بالله عز وجل وتجديد إيماننا في النهاية احذروا ثم احذروا من الغش فهو معصية لله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منه بالنسبة للوضعية تعنا الوضعية تعنا هنا طلب مني أنه عما تنتكلم على الآفة الاجتماعية وهي الغش هنا تكلمنا عليها بالنسبة للتصميم قالنا في قراءة هنا التصميم نحن نحترمه التصميم تصميم وشو معناها؟ منها رح تكون عندنا مقدمة رح يكون عندنا عرض وعندنا خاتمة احترناها ولا لا؟ عندنا هاوكي مقدمة عندنا العرض وعندنا الخاتمة يعني هنا رحنا محترمين التصميم هذه أول حاجة ثانيا في الوضعية المجيئة لازمنا أن نستعملوا علامات الوقف عندنا الفاصلة عندنا علامة الاستفهام عندنا النقطة عندنا المزدوجتين بين قوسين إلى آخرها ثالثة حاجة اللي لازمنا نلتزم بها في الأخطانة هي في المقدمة نطرح إشكالية يعني المقدمة الجيدة هي اللي نطرح فيها إشكالية أو الإشكالية هي عبارة عن سؤال يكون في نهاية المقدمة مثلا فما حقيقته وما هو الفرق بين الغش والتعاون والإشكالية هذه رح نجاوب عليها في العرض بالنسبة للعرض العرض اللي يكون فيه أو اللي نبدأوا نتكلمه فيه عن الغش يعني ما نبدوش نتكلمه مباشرة عن الغش في المقدمة حمدون تكلموا لي في العرض بالنسبة للعرض تانا فيه مجموعة من التفسيرات والتعاريف مثلا عرفنا الغش عرفنا الغش عرفنا أيضا التعاون فرقنا بيناتها معطينا الفرق بيناتها يعني جاوبنا على الإشكالية عطينا الحقيقة تاعو وقلنا هنا يا حذرنا الله تعالى من تعاون على الشر وأيضا اللي يجيب علينا أن نبدأ عيدا عن الغش إلى آخره وفي النهاية أو في الخاتمة ذكرنا هنا أيضا عبارة عن نصيحة للخاتمة تقريبا نكون فيها ملخص عام أو حوصلة أو نتيجة أو توجيه أو نصيحة إلى آخرها هنا أعطينا نصيحة قلنا احذروا ثم احذروا من الغش وأيضا دعمنا الكلام انتعنا بآيات قرآنية أو آية قرآنية وحديث صلى الله عليه وسلم وحديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هذه هي الوضعية الإدماجية انتعنا حكمة اليوم تقول دراسة استمرت خمسة وسبعون عاما تقول وتؤكد أن الأمور الجيدة أو السيئة في حياة الإنسان تكون مرتبطة أساسا بالأشخاص المحيطين به وفي النهاية أشكركم على حسن الإصغاء والإستماع ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر